صلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان مستقبل الأمن السيبراني 2030 أسس جديدة ويتناول مدى تسارع الابتكار الرقمي وتأثيره على الأمن السيبراني ودعا التقرير صناع القرار إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لاقتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي المتسارع وتخفيف المخاطر المرتبطة بها كما أكد ضرورة قيام القطعين العام والخاص بالاستثمار في التعليم لعمة السكان لتقليل تعرضهم لمخاطر الأمن السيبراني بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرقمية للقوى العاملة